أهلا ومرحبا فيك على الجانب الاقتصادي يعني أشار السيد مبارك إلى جزئية مهمة وإلى أنه اليوم هذا الاقتصاد السعودي وهذه السياسة السعودية اليوم يعني الفاعلة والمؤثرة يستفيد منها كثير من الأصدقاء والأشقاء بما فيهم الدول التي تم عمل مجال استنسيق معها اليوم في الحالة الكويتية يعني نعلم أن حالة التنمية ربما في الكويت ليست على ما يرام الوضع الاقتصادي المشاريع الجديدة الاستثمار الأجنبي ربما لا يكون على ما يرام بالمقابل نجد هذا يعني هذا الرتم المرتفع جدا للاقتصاد السعودي اليوم هذا الباب هل يمكن أن يكون ضمن الأبواب التي يمكن أن تسفيد منها الكويت بسم الله الرحمن الرحيم أولا اتفق مع الأخوة فيما يرتبط بمجلس التنسيق السعودي الكويتي فيما يرتبط بالتعاون السياسي والأمني والعسكري بخاصة في موضوع تماس الكويت مع العراق ومع إيران تقريبا كلنا متفقون في هذا الجانب الجانب الآخر تقود المملكة العربية السعودية طبعا مشروع كبير أو طموحا كبيرا يرتبط برؤية عشرين ثلاثين يقوده ولي العهد حفظه الله هذا الطموح طبعا نجد أنه يضم تحت مضلته مجموعة من المشاريع الطموحة والحديثة التي في الحقيقة تسابق الزمن ولعل نموذج مدينة نيوم على أرض الواقع هذه المدينة الحديثة الطموحة التي تشتغل على يعني ما وصل إليه العلم الحديث وما سيصل إليه مستقبلا في مقابل هذه الرؤية في المملكة العربية السعودية نجد أن الكويت بدأت تحذو المملكة العربية السعودية فعملت أيضا على رؤية أيضا بمسمى عشرين خمسة وثلاثين يقود الرؤية في المملكة العربية السعودية ولي العهد ويقود الرؤية في الكويت أيضا الشيخ ناصر الصباح وهناك اليوم يدرسون مدينة الحرير مدينة الحرير أيضا بالضبط سيأتي هذا الكلام مدينة الحرير أيضا في الكويت هي مدينة طموحة ويعني تعمل على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب الثقافي وتكاد يعني تتناغم مع مدينة اليوم في المملكة العربية السعودية هذه من ناحية من ناحية أخرى في الحقيقة الاستثمار في البحار نجد أن في المملكة العربية السعودية مشروع البحر الأحمر الآن في الكويت أيضا بدأوا يعملون على مشروع الجزر في نقطة جدا مهمة وهي العمل الثقافي الفكري أنا أتصور لو عدنا إلى مسألة الإرهاب وصلت المملكة العربية السعودية إلى قناعة تامة إلى أهمية اجتثاث جذور الإرهاب وأحد وسائل هذا الاجتثاث هو رفع المستوى الثقافي والفكري في دول الخليج العربي بشكل خاص وفي الوطن العربي ثم في العالم بشكل عام هناك يعني جزء من هذه المدن في الحقيقة جزء ثقافي طموح وكبير وسنجد أن هناك في داخل هذه المدن فالحقيقة مدن ثقافية حديثة ستعمل على رفع مستوى الوعي والفكر في المنطقة هو مستوى جديد حتى من الحضارة الحديثة اليوم